جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية مصر بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنظم ورشة عمل بعنوان العلم الحديث وعلاقته بالصحة الإنجابية والأمراض المناعية للمرأة وذلك احتفالا بيوم المرأة العالمي نحن النهاردة بصدد في إطار الاحتفال طبعا باليوم العالمي للمرأة ففي ورشة عمل هنا بتقام عندنا في المركز قام البحوث من قبل الجمعية بيبقى هدفها القاء بعض المحاضرات اللي بتلقي الضوء على بعض المشاكل المهمة اللي ممكن بتواجهها المرأة المصرية في أساس المحاضرة بتاعتنا الكلام على بعض المشاكل والأمراض المناعية اللي بتؤثر على الصحة المرأة والله فيه مراحل النمو الأولى أو ما بعد البلوغ في فترة الحمل وما إلى ذلك وإزاي هي تقدر نيتأثر عليها على الحمل وعلى جودته وفي نفس الوقت إيه هي الحاجات أو العوامل اللي ممكن هي تقوم بيها بهدف التقليل من هذه المخاطر والحفاظ على صحة الحمل ورشة العمل النهاردة بتهتم بالصحة الإنجابية للمرأة والمحافظة على صحتها والحالة المناعية للمرأة معانا أساتذة متخصصين في الصحة الإنجابية في الورشة هيقدموا محاضرات تفيد المرأة بإذن الله ودي من الحاجات اللي المركز بيركز عليها طبعا المرأة نصف المجتمع في المركز عندنا المركز القومي للبحوث المرأة دلوقتي مش نص العدد لا وصلت لخمسة أو خمسين في المية من العدد مقارنة بالرجال وطبعا لازم الاهتمام بيها وبصحيتها وبكل ما يخصها نتكلم النهاردة هدفنا كله البنات الأشرينات اللي بياخدوا إشعاع وبياخدوا كمية وده بيأثر تأثير سلبي جدا على حياتهم بعد حتى بعد الشفاء فاحنا منتكلم نهاردة على أهمية تجميد تجميد البيضات وتوتر أحمق سيجاتوري بيتكلم على ده وإمتى نجمد وإمتى ما نجمدش الموضوع ده شايفينه غاية في الخطورة وإن شاء الله بالتوصيات النهاردة عن طريق اتحاد الجامعيات هنرفعها للرئيس الأكاديمية البحث العلمي والتعاون مع المركز القومي هننشاء الله نرفعها للتوصيات للوزير البحث العلمي النهاردة إن شاء الله في يوم المرأة العالمي هنتكلم عن تأثير الأمراض المناعة الذاتية على الصحة الإنجابية للمرأة طبعا الموضوع ده في منتلق أهمية لأن أمراض المناعة الذاتية بقت منتشرة جدا يعني على مستوى العالم كله فلازم نأخذ خطوات استباقية لأننا دائما ندود الوقاية خير من العلاج ودود دورنا كالمركز قومي للبحوث وبرضو كدولة أننا دائما نستبق ونأخذ الوقاية خير من العلاج أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ودلوقتي بنبدأ لقاءنا النهاردة وزي ما قلنا حنتكلم عن مدى تأثير الدراما على المجتمع المصري خصوصا في إطار تقديم صورة المرأة المصرية على مدار بقى العصور والمراحل الماضية طبعا خلينا نقول برضو أننا عندنا مفاجأة جميلة النهاردة في نهاية اللقاء تابعونا علشان هنعرف أهم المسلسلات الرمضانية اللي هتكون موجودة معنا هذا العام إن شاء الله وكل سنة وإنتم طيبين تعالوا مع بعض نرحب بضفتنا اللي بتشرفنا النهاردة الأستاذ أمل صبحي الناقضة الفنية بأخبار اليوم نورتينة أهلا بك كل سنة وأنت طيبة وكل سيدة بخير وأنت طيبة ورمضان كريم الله أقرح طبعا خلينا وإحنا بنتكلم دايما بنقول أهمية الدراما وقد إيه هي مؤسرة وده بس مش في مصر ده على مستوى العالم ككل وخلينا ندي تنميز في الجزائر طبعا مش المسلسلات فقط والسلسلات وأفلام ومسرح الحقيقة هي بتبقى مؤسرة ومن أقدم الحضارات وهي كانت بتلعب دور مهم جدا في تشكيل وجدان الشعب فأقولي لي في البداية كده قبل ما نخوض تفاصيل الدراما والمرأة المصرية أهمية فعلا الدراما والفنون بشكل عمقي حقيقة اسمحي أحقيقي فعلا على الجملة اللي قلتيها أن ساعات الناس بتفتكر أو يزب بعض فكر الناس أن الفن للتسلية ولكن الفن بيلعب دور محوالي جدا وبيعكس مدى تقدم ورقي المجتمع أو الدولة اللي بيكون فيها فن رقي أو ثقافة راقية فبالتالي بتبقى متقدمة وبالعكس بقى لو كان فيها ثقافة متأخرة الفن بتاعها بيكون متأخر فالفن دايما رسالته إرسالة هدفة وسامية وعلى قد ما هو بيحمل شقين الشق الترفيهي وفي نفس الوقت الشق اللي منه هدف ورسالة وتوعية وتأثير في المجتمع بالإضافة أنه هو كمان بيعكس الصورة المدى اللي بيمر به الوقت أو الزمن للحقبة الزمنية اللي بيكون فيها الدولة أو الكيان نفسه اللي موجود لو كلمنا بقى تحديدا عن صورة المرأة يعني الفن لما ترح صورة المرأة في السينما أو الدراما أو في المسرح أو الأعمال الإزاعية مدتهاش الحق يعني حتى لحد الوقت نهيزة لأن المرأة هي شريك أو قاسم بالنص مع الرجل في المجتمع وهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة يعني هي عليها يعني الأم زي بقوله مدرسة إذا أعدتها أعدادتها جيلا طيب الأعراب فالدراما حقيقة تناولت قضايا المرأة ولكن في البداية التناولة لو شفتنا الأفلام اللي كانت القديمة أو الأفلام اللي كانت السابقة تناولتها بالصورة اللي هي كانت المقهورة المغلوبة على الأمر خلينا نقسم مراحل يعني خلينا نقول أننا الدراما المصرية طبعا زيها زي كل أنواع الفنون عدت بمراحل مراحل كانت ممكن تكون بدائية مراحل متقدمة مراحل زهبية مراحل حصل فيها كباوات فنية بصفة عامة لحد ما نصل للفترة الأخيرة اللي احنا فيها خلينا نبدأ طبعا قبل ظهور الفيديو اللي هي الدراما التلفزيونية كانت فيه السينما المصرية هي رقم واحد في تقديم فنون الدراما فكلميني بقى على السينما المصرية وتعليقك عليها إيه قدمت المرأة المصرية إزاي على مختلف بقى المراحل اللي فيها طبعا في البداية كانت قدمتها على أنها العنصر المسير أو اللي بتصير الغرائز يعني مش بالقيمة اللي تحملها مكانة وقدسية المرأة عمتا إنها يعني الصورة المهمشة اللي احنا نقدون إنها الفاستال العوب أو المرأة اللي ممكن بتستدرج الرجال يعني كانت الصورة اللي كانت وقتها المجتمع بينظر للمرأة على أنها عنصر إصارة ولكن ليس بالقيمة اللي احنا بمصرها والوجه الآخر ضعيفة والوجه الآخر والأم بقى المطبورة آه اللي طبعا نشوفنا نموذج اللي كلنا يعيش في ذكرتنا لحد دلوقتي فيلم يعني بين الأصريين نموذج للشخص الزوج يعني قاهر المرأة نموذج سيسيد وأمينة لكيات الزوجة المسلمة المتيعة جدا لأمره ممكن تكون خاطئة يعني الزوج بيبقى والمرأة مشترك في الحياة يعني ممكن منهم يصيب وممكن يخطئ في أرأة حضرتك اختارتي يعني دراما متميزة جدا ويمكن أهم ما يميزة إن هي فعلا قدمت الصورتين اللي قلت عليهم للمرأة المرأة أو النساء في هذه سلطة الأفلام كانت مقسوما نصي يأما المرأة اللعوب يأما المرأة المكهورة الزوجة المكهورة أو البنت المكهورة وده أعتقد كان فيه ظلم لأن حياتنا إحنا بنقدم الدراما أو الفن بيقدم جزء من الواقع بالإضافة أن ده كان تسطورة سيدة وأن ده كان ممكن فوقعنا بس كان هناك نمازج بس مش مصلة ده كان نجيب محفوظ بقى يعني طبعا هو كان أستاذ في فتفات المجتمع وفتفات بالتحديد نقول الجزء الشعبي من حياتنا حقيقي وشفنا طبعا الهواء العظيمة اللي تقدمت في الدراما السلمائية دعاء الكروان في صورة المرأة في السعيد أنها المأكورة لما تخرج للتعليم تخرج أنها تطلب أي حقوق من حرياتها الأكل بقى فوقت نكبة أي يعني كان على طول عنده الإبادة على طول فيعني كانت المرأة في هذه الحقب أو هذه الفترة كانت مظلومة والدراما حتى كمان مقدمها بالصورة اللي يعني ما تنصفهاش أو حتى نقدر نقول أنه في بريقة أمل أنه ممكن المرأة تاخد يعني حيز متقدم في حياتنا طب هي كانت الدراما سعيدة هي اللي ظلمت المرأة ولا هو ده كان وضع المرأة في المجتمع وكان المؤلف بيقدم الشكل الحالي الموجود في المجتمع لا في الفترات يستبقى فعلا هي ده كانت صورة المرأة وما كانش فعلا فيه كتابات كتير كما كانوا بيعتمدوا على الصورة الموجودة وطبعا بيعملوها في أعمال سواء في الدراما أو السينما في نفس هذا الأوقت وتحديدا في السينما أكتر إن طبعا السينما تلولت هذا باستفادة هو ده كان عرض للمأسايا أنا أعتقد أن ترحى تصليت الدوق الأدباء الكبار دول قدموا صورة المرأة المقهورة علشان يعني يوضحوا المشكلة الموجودة في المجتمع في زي الفترة نقص الخطر زي ما بيقول صالات الدوق وده طبعا من هدف طبعا الفن والدراما بشكل عام تمام فطبعا يعني حسينا برضو أن في الآخر ما أنصفهاش هو قدم صورة ولكن ما قدمتش مثلا أن ممكن تكون فيه ناحية أشراق أنها ممكن تنصف تغد يعني أحسن تقدم في مريكس أكبر زي وقتنا دلوقتي الحالي أو حصل تطور بعد كده بقى لما دخلنا في مراحل مرورا بقى فترة الستينيات والسبعينات ظهر بقى نماذج أخرى ومتعددة كان فيه عندنا فريتي شوية عن الصورة التقليدية اللي احنا شفناها النماذجين اللي حصلت فيهم صورة المرأة ظهرت بقى نماذج زي مثلا الفنان لبنى عبدالعزيز لما قدمت فيلم أنا حرة وهي كانت بتطالب فيها بحرية المرأة وأن المرأة تخرج لمجال العمل أسوة بالرجل وليس أن المرأة مجرد أنها تتجوز أو تعييل وتقعد في البيت ويكأن ليس لها أي كيان ولا أي مشاركة اجتماعية في الحقيقة مع الرجل شفنا كمان فيلم أريده حلا اللي برضو صلت الدوق ده كانت مرحلة مرحلة تانية نموذج أخر للمرأة اللي شفناها برضو أنها بتطالب في حقها أنها يعني تنفصل وأنها ما يقاقش عليها أو تسلط أو تجبر الزوج زي ما شفنا طبعا كانت بتمفصل وتبقى مطلقة من غير حتى ما تعرف أنها مطلقة لدرجة أنها بقتتتنئزل عن هو مجرد أنها تحصل على حريتها أو دون أن الزوج يناكل بيها أو يطلبها ببيت الطاعة لمجرد الانتقام والبحاثة الاجتماعية قالت في الفترة دي أن الفيلم ده فعلا كان مؤثر وده اللي بنقول عليه بقى فكرة تشكيل المجتمع وفكرة تشكيل وجدان المجتمع وحتى الرأي العام الرأي العام اتغير والقوانين اتغيرت بعد فيلم يعني زي ما حديك فعلا شفتي قد يقولنا أن الدراما لعب الدول في تغيير أو تشكيل وجدان الناس في تغيير يعني أنماط أو طبوهات إحنا كنا مؤمنين بها أو في الفترة دي كنا مسلمين لها طب خلينا من نحي الفنية نقول إيه هي العناصر الأساسية اللي لازم تكون موجودة في العمل الدرامي علشان تكون مؤثرة بالشكل اللي إحنا زي ما بنقول عليه أريده حلا إيه العناصر لازم تكون موجودة عشان تبقى مؤثرة حتى في الرأي العام وفي المسؤولين اللي في إيديهم من هما يتخذوا هذا القرار أولا القضاء اللي حتى تتناول لازم يتم ترحى بشكل درامي يعني قوي علشان تقدر تكون مؤثرة في الرأي العام فكرة التناول نفسها يعني ما تكونش بشكل مسطحي أو سطحي أو ما بتصلتش تضوء على زي النموذج اللي ترحنا في أريده حلت صلتت على نموذج حقيقي ووقعي كلنا كنا يعني متألمين منه المرأة تحديدا إنها إزاي بتتعرض للإهنة دي مجرد أنها بتطالب فقها في الانفصال أو إنها تنهي العلاقة الزوجية كان في قصوم المجتمع كله ضد الظهر جدا يعني وما زلت بس طبعا هي تغيرت دائما نظرة المجتمع قصية على المرأة ما بتدعش حق يعني الكاملة أو بتنصفها في المقابل في حقوق الرجل يعني بيبقى المجتمع والرجل على المرأة فكان بصراحة ما كانش فيه إنصاف ويمكن ده بردو لسان بردو إن الدراما ما بتدعش حقاليني كانت النظرة يعني شبه مجمعة أتيادية بقى هو ده الفكر الأتيادية في هذه الفترة لكن نقول بقى مع ظهور الفيديو أو مع ظهور الدراما التلفزيونية أصبح كمان في دور أكبر يعني للدراما بصفة عامة ومؤثر أكتر بقى لأنه بيوصل لحد البيت بيوصل لكل السيدات وكل الأسر داخل البيت كلمينا بقى كده عن الدراما المصرية من بداية ظهورها هي ظهرت قوية جدا وكان يعني تعتبر أن هي الوحيدة في المنطقة ككل وفيها كبار وعظام في التأليف والإخراج والتمثيل فقدمت صورة مختلفة تماما بقى للأسرة المصرية والمجتمع المصري ككل حقيقة طبعا زي ما قلنا طبعا من رحلة التطور المرأة بين المجتمع كان من الضروري أو من الطبيعي أنها تتأثر بها الدراما وتتطور معه ابتدت طبعا قضايا المرأة طبعا قضايا التحرش يبقى وقع مميز جدا وقضايا من اهتمامات وملفات المرأة والرجل في تناولها ككتابة أو إخراج أو كمنتجين يتولوا إنتاج لهذه الأعمال فكرة التنمر برضو الأمراض ده مؤخرا بعد الحاجات الحديثة ففكرة التحرش ده قضايا طبعا المرأة عانت منها من كافة الوصول يعني من القديم أو حتى الحديث ده ظل القضايا الأساسية والضرورية اللي دايما بيترحى المبدعين في أعمالهم للمرأة فتم طبعا طرحها وتناولها بشكل يعني وقعي وقدمنا تبقى أكتر من أعمال يعني ستة سبعة تمانية الفيلم اللي تناول برضو هذا الموضوع كثيرا بقى من الأعمال وكانت بتعتبر كان في بعض الأفلام اللي كانت بتتكلم عن هذه القضايا اللي اعتبروها في الوقت ده أفلام جريئة جدا جدا ويعني ممكن يكونوا اعتبروها لكبر فقط ولكن كانت بتتكلم عن قضايا همة جدا داخل المجتمع المصري الأفراد كانوا مش عايزين يعرفوا عنها حاجة ولا يسمع عنها حاجة مش عايزين يفتحوا التابعات يعني زي بيؤمنوا بالتقليدية أو خلاص اللي احنا اللي احنا تربين عليها ممنوع ده حرام بس فكرة طبعا ما فتح ملف زي ده لأنه حقيقة وقع الدراما زي ما قلنا بتتناول حاجات وقعية مش مجرد انها خيال مبدع وخلاص لا بيتدخل فيها الوقع بالإضافة لخيال مبدع طبعا شفنا بعض كتير كمان من الفنانين اللي تبنوا على عطقكم رسالة الدفاع عن حقوق المحر منهم طبعا إعلام شهين في يوم للستات وأعمال كتير يعني الهام كانت من الناس النموذج للفنانات اللي تبنوا هزير القضايا طبعا مؤقرا طبعا نماذج كتير من الفنانات اللي كانوا قدام قبل كده زي فتاة حمامة ولبنة عبدالعزيز إنه كان أكتر يعني حساسية أكتر وأنا أعتبر إنه ممكن زي فتاة حمامة وعندنا من المؤلفات كامل أبو زكري احنا كنت لسه حقولك عايزي نتكلم عن المؤلفين شوية لأن طبعا المؤلف هو اللي بيكتب الورق وهو اللي بيكتب الفكرة هو اللي بيبتدي يبلورها ويبحث وراء هذه القضايا فيعني قولي لي إيه رأيك في مجموعة المؤلفين اللي موجودين اللي بيبقى فيه منهم ممكن يكتبوا أعمال عظيمة جدا تقدر فعلا إنها تمس قضايا المرأة وتغير نظرة المجتمع لحو قضايا معينة حقيقة في الفترة الأخيرة ظهرت عندنا مجموعة من الكاتبات والمخريات إنه هم قدروا يعبروا على فعلا عن قضايا واقع المرأة ليس لجونهم إنهم في الآخر نساء ولكن إنهم قدموا إحساس وصدق وموضوعية في رؤيتهم بطريقة والني بقى يقولوا الأولوية الأفضل مين اللي بيكتب أكتر أو يعني بيقدر الرجال ولا النساء الرجال عن النساء هي حقيقة تلفت بس إحنا شوفنا برضو كتاب كتير هي ابتدت في السينما بالرجال بالرجال هم اللي فتحوا الباب في الحقيقة صحيح وقصرت في الناس لدرجة إن قالوا يعني ما فيش عنصر نساء يحبق أكتر عن قضايا المرأة وهي تخص المرأة اللي أكتر تعبير عن مشاعرها أو إحساسها وقعتها بالقضايا نفسها فظهر بعد كده عندنا بقى الجيل اللي احنا تكلمنا عنه من المدعات دول بس يظل المصدقية والطرح والإحساس هو اللي بيقف يعني اللي بيقف فاصل مش رجل أو ست الإحساس بالموضوع أو همومه هو اللي بيقدر يقف طرحه زي ما قدت قلنا إن فيه رجال نجحوا وعملوا حاجات مؤثرة أعمال مؤثرة للنساء ظلت في ذكرتنا حتى الآن وقتلوش النساء حقيق طب حضرتك خلينا نرجع تاني يعني لورا شوية كده في كلامنا ونجيب بقى فكرة الترفيه زي ما بنقول إن فيه أفكار وقضايا قوية وكتابات تعظيمة قدرت إن هي تمس وجدان الشعب المصري وجدان المجتمع وتغير في قضايا وما إلى ذلك فيه للأسف بقى مجموعة من الكتاب والعملين في مجال الدراما اللي هدفهم الترفيه فقط حتى لو كان بتشويه صورة النساء فكرة الدحكة والمفهوم الفرس بقى أي أن كان هندحك إزاي وليه ده قد إيه موسيقى ويعني يعمل مشاكل فعلا للمجتمع المصري وللنساء والأمهات والفتيات داخل المجتمع لا أعتقد دامج بيبقى فعلا بالقيمة الفنية الحجم اللي إحنا نقدر نقول بالقيمة الفنية المصرية اللي ممكن تقدم أو تقدم صورة نمط قضية أو صورة للمرأة بشكل جيد يعني إحنا شفنا مثلا وحضريكي عن تتكلم على جانب كوميدي شفنا من أجمل الأعمال التي تناولت في إقدار كوميدي اجتماعي وبتصلت على ضوء وقضية مهمة للمرأة مراتي مدير عام شفنا هذا العمل وقمت ورغم أنه كان تقدم في إقدار كوميدي ورسالته هدفة وفي نفس الوقت يعني مسلي وكلنا كنا بندحك على الكلمات والحوار للسياق الدرامي ولكن وليس للإسفاف لكن حضريكي بتقولي فعلا هذا النموذج ده مش أعتقد يعني بيبقى موجة أو وقت زي الحاجات الفنية اللي احنا منشوفها اللي بتطلع فترة وتنتهي لكن ما بيسبش أثر زي الأعمال اللي احنا قلنا فضلت راسخة وغيرت فإحنا بنتمنى أن يكون الأعمال اللي هي موجودة على القدر الأكبر اللي هذا النموذج اللي يؤثر ونستفيد وفي نفس الوقت يسلينا وليس الأعمال السطحية المهمشة اللي تأدي ممكن لتنمر يعني الصورة تبقى معكوسة إن بدل ما العمل ده يفيد اللي ممكن تخرج ناس تستخدم نزيل الأفضل والمفردات في مضيقة السيدات والفتيات صحيح فده مش هدفنا يعني هو مفهوم المطعة مش منفصل عن الرسالة الإيجابية يعني للأسف فهم البعض أفكر أن المطعة يعني أعمل أي شيء في سبيل المطعة لأ ممكن يكون المضمون راقي وهادف وإيجابي وفي نفس الوقت أعمله كوميديا يعني إحنا ضربنا العديد من الأمثال أعمله كوميدي أعمله بأي شكل أنا عاوزه بدون إسفاف وبدون أن أنا أخذ زوء المجتمع وأخلاقيات ونحضر بها ده مش فن ودي مش حرية لا طبعا ودي أعتقد مغادلة صعبة ما بيجدهاش أو بيقدر يقبل عليها غير ناس محترفة لأنك تصنع الترفيه والتسليع بشكل راقي وهادف دي صعب أن نتلاقي حد بيقدر يعمل تتعبر عن القدرة الفنية طبعا أكيد ودي بيعمل حد محترف ولكن ليس الناس المسطحة اللي مجرد تعمل عمل تجاري أو سبوبة وخلاص تمام نتكلم بقى لأعمال رمضان لأن طبعا يمكن بقالنا فترة طويلة جدا الأعمال الدرامية الرمضانية هي اللي بتلاقي أقبال أكتر وبيتم إعادتها بقى على مدار السنة كلها فبتبقى كده زي كورس يعني كورس تعليمي بدون منشر أن في حد بيتعلم منها أو بيتأثر منها فقبل ما نتكلم عن أعمال هذا العام قوليني برضو تقييمك وتقديرك لمجمل الأعمال اللي في الأعوام الماضية اللي برضو كان فيه البعض منها مهين ومسيق للمرأة المصرية والبعض منها قوي جدا وظهر من خلالها مؤلفين شباب رائعين وبرضو بطلات متميزات ومخرجين وما إلى ذلك فتقييمك للفترة السابقة قبل ما نتكلم عن أعمال هذا العام الفترة السابقة طبعا شهدت تطور نسبي طبعا في الأقضاء اللي بتقدم والأعمال وطبعا الأعمال كانت متنوعة ما بين في فرايتي في الكنودي والاجتماعي والأعمال اللي بتناول الدراما السعادية والأعمال اللي بتخص قضايا المرأة طبعا زي أي أعمال أو زي أي مجال بيبقى فيه جيد يعني نوعا ما دون المستوى ولكن في الآخر أنت بتقدم مجموعة من الأعمال المشاهدة هو اللي بيقيم هو اللي بيحكم وبتقدم من خلالها رؤيات ومعالجات قضايا مختلفة بتصلت الضوء على الموضوعات الاجتماعية الموجودة والقضايا اللي بتهمنا ففيه تنوع بالتالي كل ممكن يبقى فيه مؤيد لها وجزء معارض جزء مختلف فكان فيه تنوع وكان فيه والعكس إصدرامة كل سنة بنلاقيها بتاعتش التطور رغم ممكن يبقى فيه حاجات ممكن ما بنضعش عنها تمام الرضاء ولكن بيظل أن فيه الجيد بيبقى كويس والنوعا ما بيبقى ممكن قليل بالإضافة للأعمال الكويية مين أكتر البطالات اللي حسيتين هما في الفترة الأخيرة ظهروا بقوة وكانوا حريصين على أن هما ما يقدموش صورة المرأة يعني أعتقد نيني كريم يصر دايما من النجوم المتواجدين على الشاشة دايما وبيقدموا قضايا الاجتماعية أو قضايا الخاصة بالمرأة بشكل كويس جدا وهم محترفات يعني وقدريني يعني في كل سنة أو كل موسم أملهم بيختاروا قضايا أو موضوع معين بيتنوعوا بيظلوش أسير الشخصية الواحد أو النمط الدرامي الواحد اللي هما حتى لو نكحوا فيه بيقضلوا محافظين على هذا النمط جميل نختم بقى بأعمال هذا العام اللي احنا قلنا عايزين نتكلم عنها تقول لنا أهم هذه الأعمال مين اللي مشارك فيها الأفكار طبعا الأعمال بقى الخاصة بالمرأة يعني أو نقول برضو بالأسرة يعني هي أدعيب بقى كل مؤثر يعني فنقول أهم هذه الأعمال الدراما السنة الحمد لله احنا شاهدين تفرح حلوة فيها قوي فيه تنافس كتير وفي مجالات مختلفة زي ما قلنا دراما الاجتماعية لها نصيب السنين دي كويس جدا الدراما الكوميدية يعني فيه حتى فيه ناس كمان هتعود منهم أحمد عيد بيعود ولكن يعني هو طبعا قد 8 سنين أو حاجة يعني مدرطيرة صحيح يعني فترة في حياتي شكل جديد وإحنا بنراه يعني أعتقد ده نراه إن شاء الله تبقى يعني أن لازم الفنان لما بيغيب ويرجع لازم بيقدم مفاجأة لجمهور يعني أعتقد لو ما نجحش في كده بيعتقد يبقى أنه أحسن ما كانش موجود يعني لازم يقدم مفاجأة طبعا عندنا الدراما التاريخية حاجة جميلة جدا إحنا بنشرف وكنا دايما بنطالب في كل لقاءات إن تعود الدراما التاريخية وطبعا كان بيبقى فيه مشكلات لأن دايما بتتكلف هي الدراما الدينية والتاريخية والترمزمية طبعا وبتحتاج مراجعات وبتحتاج الإكسسوارات والتجهيزات لا عمل بيبقى عشان تقدري يتقدمي عمل جيد ويحترم يعني فكرة المشاهدة وتقدمي فيها حاجة عمل جيد لازم بيحتاج نصرفات جند جدا فإحنا مبسطين إن خالد ديماوي السنية دي بيرجع معنا بالدراما الدينية حاجة جميلة جدا ومرهنين على العمل ده كمان عندنا الدراما التاريخية الإمام الشفحي أعتقد هو الإمام الشفحي وطبعا من الأئمة الأربعة العظام اللي بتشرف مصر إن هو تربى على أرضها أعتقدنا طبعا من النجوم الشطرة جدا اللي يقدم جميع الشخصيات يعني شطر جدا طبعا مبسطين جدا بأمير كارابرد ويصل نجاحاته في السوق الكنتو عمل تاريخي اجتماعي بيجع برضو الحقبة الزمنية حنشوف بقى الشكل اللبس والحاجات الفترة الزمنية السابقة منحب إن إحنا نعيش الأجوال النجوم السيدات بقى النجوم بقى السيدات يعني دي حدثوا على حرج لإن إحنا بنمكلم عن شهر السيدات شهر مارس طبعا شهر المرأة طبعا عندنا نينلي كريم وهي بتعود السنية دي عاملة مفاجأة طبعا دور المرأة الصعادية اللي بتجسده لأول مرة ويمكن هي بتراهم ونيني دايما اعتادت إنها تختار لزهورها دايما المفاجآت يعني زي ما اخترت إنها دايما تظهر بتابوت المرأة اللي هي مثلا الحزينة اللي دايما يعني مكتئبة مكتئبة وحقق أبيتنا معافة أكتر من سيزم بس السنية تهل مفاجأة دور المرأة الصعادية وهي حضرت نفسها كويس جدا يعني اشتغلت على اللغة مع المصاحين طبعا بتقول اللغة والأداء الدرامة الصعادية لإن طبعا دي مسهل أي المثل اللي يجدها عندنا برضو روجينا عاملة مفاجأة جدا في المسلسل بتاع السنة دور المرأة الصعادية برضو اللي بتقدم نموذج المرأة اللي هي بقى المكافحة اللي بتعتمد وبتنزل مجال العمل وبتحق مرسمونا زكي برضو السنية دي راجع برضو عايزة تحت الوصاية عندنا الكوميديا طبعا قلنا عندنا أحمد عيد قلنا السيدات في الكوميديا متواجدين هذا العام مش البطلات الرئيسية قصدي الدنيا سامير غانم السنة دي موجودة معنا تمام السنة دي غابت طبعا طبعا برضو غاب عننا طبعا أستاذ عالي الإيمان طبعا أستاذ زيح الفقراني لا وعايزين نقول برضو في النهاية كده احنا كان عندنا برضو من الفنانين المتميزين الفنان سامير غانم والفنانة دلالة عبدالعزيز يعني احنا طبعا هم موجودين دائما بروحهم وتاريخهم الجميل اللي كان موجود في شهر رمضان الكريم فطبعا بنبعث لهم التحية من خلال برنامج أنا بشكرك ضفت وصلنا لنهاية حلقتنا يعني كلام متميز وجميل جدا احنا هنتابع بقى كمان بعض الأخبار أنا بشكرك لأستاذ أمل صبحي ناقضة الفنية بأخبار اليوم نورتينا النهاردة وشكرا لعرضك وسردك السريع لصورة المرأة المصرية بشكل سريع وعام في مجمل الدراما المصرية واللي بنتمنى ان احنا السنة دي ان شاء الله نشوفها متميزة ومتقلقة ويعني فعلا لها دور كبير إيجابي على الأسرة لأن احنا بقى عايزين المتلقي اللي هو المشاهد يبتدي ان هو فعلا يقول رأيه ويرفض الأعمال الرديئة الأعمال المهينة للمرأة المصرية أو لأي فرد من أفراد المجتمع